هذا سؤال يسأل يقول فضيلة الشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمر بفترة انتخابات رئاسية ينتخبون الرئيس فهل يجزل المسلمين الأمريكيين التصويت بهذه الانتخابات لأحد المرشحين الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين في هذه البلد أم أن يتجنبوا هذه الانتخابات قطعيا فأرى أن ينتخب من يرونه أنفع للمسلمين ولا حرج بهذا والسمع إلى قوله عز وجل الإفلامين غربت الروم في آدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيعرضون في برسيل الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المنونون بأصل الله ومن الذي ينتصر عجيب الروم على الفرس لأن الروم أهوى على المسلمين من الفرس والنمنون يفرحون إذا امتصر الكافر الذي هو أقل ضررا على المسلم من الكافر الآخر وكذلك من الانتخابات فلما ننتخب من يرونه أنه أبعب عن اللساء عن المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر